اشتركوا في القناة وهو مزج صورا من حرب الخليج مع لعبة الفيديو المفضلة لديه يصعب تمييز ايها حقيقي وقد استخدمت جوش مشاهد عن الحرب تم تنزيلها من افلام اخرى على اليوتيوب انا استعير جزءا من هذه الثقافة ثم اعيد تشكيلها بطريقة قد تغير طريقة فهمها الى حد ما اسلوب مشابه لاسلوب الفائزة بيري بارد التي قدمت اعادة لفيلم صورة عام 29 حيث تقوم بمقارنة بين مشاهده ومشاهد لأفلام على اليوتيوب انها لحظة تمتلك فيها ثقافة تشاركية اليوتيوب والفيسبوك وماي سبيس وبيتورنت وكل هذه الاشياء انها وسائل ينظم فيها الناس معلوماتهم وهو شيء لا يمكن تجاهله ولكن من الصعب تحصيل لقمة العيش من وسائل اعلامية يشاهدها الملايين عبر الانترنت بشكل مجاني ولتأمين احتياجاتها تعمل باري كمدرسة فنون والجوش كحارس امني في احد المتاحف اما العرض فيستمر في متحف جوجنهيم الذي يدخل العصر الرقمي اشتركوا في القناة